قال مسؤول مطلع لرويترس إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز المساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري سيجتمعون اليوم في الدوحة أضاف المسؤول أن الاجتماع يهدف لبدء مفاوضات من أجل التوصول إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سرح المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سرح سجناء فلسطينيين ترجمة نانسي قنقر